اشتركوا في القناة اقوالي قبل ان انهي هذه السلسلة مثلا البعض يتهمني اني متحيز للشيعة كما قلت والبعض الاخر يقول اني اصف عمر بما ليس فيه وطرف اخر يقول لي كيف تقلل من خطر الشيعة والملاحظات كثيرة ولهذا سوف ارد عليهم بسرعة من خلال هذه النقط اولا يجب ان لا ينسى الاخوة انني ملحد اي بالنسبة لكل الاديان لا تصلح لشيء والاسلام يعتبر اكبر خطر على المسلمين في الدرجة الاولى وعلى الانسانية في الدرجة الثانية وعندما اقول اسلام اقول اسلام رسمي سواء كان شيعي او سني بل اذهب اكثر من ذلك اعتبر ان الشيعة اكثر خطر ثانيا المصادر الذي نعتمد عليها لفهم وقراءة التاريخ الاسلامي هي مصادر كلها اسلامية خاصة فيما يخص المرحلة الاولى من ظهور الاسلام انتم تعلمون ان بداية ظهور الاسلام وبعد ظهور الاسلام بمدة طويلة ليس هناك اي مصدر غير اسلامي يتكلم على ظهور الاسلام اذا الامر ليس سهل ثالثا المسلمون كتبوا التاريخ متأخر تعرف انتم ان المسلمين مروا بمرحلة يسميهم المحدثين يعني يتناقلون التاريخ شفاهيا فقط ولم يتم كتابته بطريقة علمية بل هناك بعض الكتابات المتفرقة والغير منظمة ولكن بعد مئتين سنة من ظهور الاسلام بدأ كتابة التاريخ الاسلامي اذا هوني وتنجيون تكلموا على مرحلة ظهور الاسلام ومرحلة الخلافة رعنا نعتمد على مصادر تم كتابتها بعد قرنين من ظهور الاسلام اذا لازمكم تفهموا هذه المسألة مهمة جدا لان من وقت ظهور الاسلام الى مئتين سنة هناك محدثين وليس هناك تاريخ اسلامي المسألة الرابعة وعندما ندرس التاريخ الاسلامي اللاحظ انه مشتت ومتناقض وكل مذهب يبالغ في وصف انصاره ويتعمد في اهانة واذلال خصمة هذا بالنسبة للسنة ولا بالنسبة للشيعة واي انسان يدرس التاريخ الاسلامي سوى السني سوى الشيعي ويحاول بشي يفهم ويخرج بنتيجة من كل هذا الزخم من الكتابات التي غير منظمة من ناحية ومن ناحية اخرى متناقضة جدا الى درجة الغلوء في بعض الاحيان حتى اننا نجد بعض الاوصاف لبعض الشخصيات بعيدة كل البعد عن الطبيعة البشرية العادية اذا عندما نقرأ التاريخ لازمنا ناخدوا بعين الاعتبار الواقع الانساني والطبيعة البشرية من يخذوش كل ما تكتب على هؤلاء الاشخاص اللي تكلموا عليهم سوى الصحابة سوى عهد محمد وغيرهم بالطريقة اللي وصلت لنا لانها كتبت لا يكفي انها بعد مدة طويلة وتم المبالغة فيها الى درجة الغلوء هذه النقطة الرابعة اما الرقطة الخامسة والاخيرة عندما نريد ان نفهم مذهب او دين يجبنا ان نعود الى مصادره وهذا فيما يخص السنة او ما يخص الشيعة لا يهم ان كان مصادرهم الصحيحة تعبر على واقع او حقيقة ام لا ولكن الاهم ان هادهم الاشخاص في هذا العصر يؤمنون بدلك الكتب ويعتبروها مقدسة ويعتبرون كل ما فيها صحيح اذا انا وقت نجي ندرس السنة ونجي نشوف المصادر السنية الصحيحة نلقى فيها مبالغة كبيرة للصحابة ولمحمد ولغيرها من الامور منجيش نحكي على السنة وما غير ما نذكر هذه الاشياء رغم اللي انا مع انت كملحد وكانسان منطقي اعتبر هذه الكلها اكاذيب ومبالغ فيها ولكن لكي نفهم السنة يجب ناخذ باعتبار الكتب امتاحهم الصحيحة اذا بعد اللي فهمتوا هذه الخريطة العامة في مسألة التاريخ الاسلامي نحاولوا الان بش نعرفوا ما هي تجارب الحكم عند السنة نعرفوا ان السنة حكموا من وقت ظهور محمد الى سقوط الخلافة العثمانية وعندما نرجعوا للتاريخ ونغذروا بصيفة عامة نلقاوا اننا فما اربعة طرق للحكم عند السنة عندنا المرحلة الاولى هي المرحلة العمرية او المرحلة الخلافة المرحلة الثانية هي المرحلة الاموية المرحلة الثالثة هي المرحلة العباسية والمرحلة الرابعة هي المرحلة التركية النجم نقولوا ان السنة عندهم اربعة تجارب للحكم وهذه ما بش نحاول نفسروا كل واحد منهم ونحاولوا بش نقارنوهم بالواقع متاعنا الحالي إذن نبدأ بالتجربة الأولى التي يطلق عليها الخلافة الراشدة وهذه الخلافة التي دامت قرابة 30 سنة يعتبرها أهل السنة المثل الأعلى للحكم الإسلامي بعد موت محمد وحكم فيها أربعة من الصحابة الكبار مبشرين بالجنة وهم أبو بكر تقريبا سنتين وعمر قرابة 10 سنوات وعثمان 11 سنة وأخيرا علي 6 سنوات وبعضهم يضيف الحسن ابن علي بعد أن قتل علي تم مباياعته في الكوفة ودامت خلافته قرابة سنة ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية مقابل أنه يمسك الخلافة بعد موت معاوية المهم تقول السنة أن محمد مات ولم يعين خليفة من بعده ولكن أشار إلى ذلك ووضع الشروط كما أشار القرآن ومن هنا المشرع السني وضع قواعد لتحديد شروط الخليفة من ناحية وكيفية تنصيبه أما شروط الخليفة فقد حددها المشرع المسلم إلى سبعة شروط وهي أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا عادلا حرا قادرا هذه السبعة شروط وبالطبع عندما نقول مسلم هنا المشرع الإسلامي الذي يؤمن بالخلافة الإسلامية الراشدة حدد أن يكون قراشيا وليس غير ذلك هذا الشرط أن يكون الخليفة قراشيا تبقى في الخلافة الراشدة وتبقى في الخلافة الأموية وتبقى في الخلافة العباسية ولكن تم حذفه وأصبح غير ضروري عند مقامة الخلافة العثمانية ولكن بالنسبة للسنة السلفيين أو السنة الحقيقيين فهم يعتبرون هذا الشرط ضروري لقيام الخليفة ثم حددوا مدة تعيين الخليفة فقالوا ثلاثة أيام يعني لا يجوز العالم الإسلامي أن يبقى بدون خليفة أكثر من ثلاثة أيام أما تعيين الخليفة أن يكون بالشورة على حسب الآية القرآنية وأمرهم شورة بينهم وحسب الآية الأخرى وشاورهم في الأمر وغيرهم من الأحاديث الذي تؤكد على أن يجب تعيين الخليفة يكون بعد الاستشارة والشورة ويكون الاستشارة والشورة ليس لعامة المسلمين وإنما لأهل الحل والعقد من علماء المسلمين وأوجوه الناس ومن لهم تأثير على الأمة وبعد أن يتم تعيين الخليفة من طرف هؤلاء مجلس الشورة أو أصحاب الشورة يجب على بقية المسلمين مبايعته والسمع والطاعة له إذن منذ سقوط الخلافة الراشدة لم يتم تطبيق كل هذه الشروط إلا في عهد عمر بن عبد العزيز تقريبا والآن مع أبو بكر البغدادي في العراق إذن السؤال هو هل الخلافة كما حددت وكما وصفت هل هي بالفعل الخلافة كما عاشها الخلفاء الراشدون أولا يجب أن نعرف ونتأكد من ذلك إن تحديد شروط الخليفة وكيفية تعيين الخليفة وكيف عاش الخلفاء الراشدون خلافتهم وكيف تعاملوا مع بقية المسلمين تم كتابته ووضعه بعد ميتين سنة من سقوط الخلافة الراشدة أي إن مدة ميتين سنة والأخبار تتناقل شفاهيا بين المحدثين وبعد قرنين تقريبا تم كتابة ووضع ذلك بطريقة مصنفة وواضحة إذن الذي وصل إلينا اليوم هي معلومات كتبت قبل تقريبا ألف وميتين سنة إذن سوف نتعامل مع هذا النص السني كما هو رغم أنني متأكد أنه لا يعبر على الواقع الفعلي ولكن رغم ذلك يحتوي على كثير من الحقائق التي يجب أخذها بعين الاعتبار كما يحتوي على كثير من التناقضات نبدأ بخلافة أبو بكر رغم أنها استوفت أغلب الشروط الذي وضعها المشرع الإسلامي بعد ميتين سنة من سقوط هذه الخلافة إلا أن نلاحظ أنه تم إهمال أهل بيت محمد ولم يتم استشارتهم في خلافة أبو بكر وبعد ذلك تم جبرهم على المبايع لأبو بكر هذا بالنسبة للشيعة يقولون أن علي بايع ويده مغلقة لأنه كان مجبور على بايع أبو بكر وإلا كان يمكن أن يقتل بينما السنة يقولون أن علي بايع عن طيب خاطر ولكن كل الأدلة التاريخية السنية تؤكد أن بالفعل هناك جبر واضح والمنطق الفعلي يقول أن علي في الأول رفض البيعة لأنه يرى نفسه أحق بالخلافة ولأنه لا يوافق على خلافة أبو بكر ولكن بعد ما رأى أن أغلب العرب حول أبو بكر ووجد نفسه مع أقلية جداً خاف على نفسه وعلى أصحابه فبايع لأبو بكر من أجل أن لا تحدث فتنة أي أن علي وأصحابه غلبوا الواقع على المصالح الشخصية لأنه ليس لهم خيار وهذه القاعدة أول من وضحها أبو بكر وإن كنت مسلم وترفض البيعة للخليفة يحق للخليفة قتلك إذن هوني وضعوا منصب الخليفة في مقام منصب الرسول أي أن من لا يدخل في الإسلام يعتبر كافر وهكذا من يرفض خليفة المسلمين يعتبر كافر وهنا تم منع أي معارضة مهما كانت داخل الدولة الإسلامية وإن كان من المسلمين أنفسهم هذه حاجة حاجة أخرى اللحظوها أن خلافة أبو بكر هي أول خلافة أباحة دماء المسلم الذي يرفض البيعة لأبو بكر وإحنا نعرف ما يطلق عليه حروب الردة ليس كلها حروب ردة وإنما هناك حروب تمت وإنما هناك حروب قامت ضد من رفض البيعة لأبو بكر وتمت استحلال دماء رجالهم واستحلال نساؤهم والاستبولاء على مالهم إذن وقت نشوف وإحنا نتوى الدولة الإسلامية تستبيح نساء مسلمين وتقتصبهم أو تقتل مسلمين لأنهم رفضوا البيعة لأبو بكر البغدادي فهم يتبعون السلف الصالح اللي هو أبو بكر الصديق الخليفة الأول وأحد المبشيرين بالجنة هوني نسأل سؤال هل أبو بكر بقتاله من رفضوا لبيعته يعتبر خالف سنة محمد الجواب بالطبع لا نحن نعرف محمد أي إنسان ما يمنش به يعتبر كافر ويجب قتاله إذن هوني أبو بكر ما قام إلا بتطبيق ما فعله محمد نفسه لو فرضنا أن علي أخذ الخلافة واجتمع المسلمين عليه أو أخذها بالقوة وهناك من رفض بيعته سوف يقاتله وسوف نعرف ذلك عندما هو يأخذ الخلافة أيضا إذن عدم مبايعة الخليفة يعتبر كفر على حسب الدين الإسلامي وكثير من الأحاديث تؤكد ذلك مهمناش إحنا هل الأحاديث هذه صحيحة أو غير صحيحة ولكن السنة يعتبروها صحيحة والشيعة أيضا بالنسبة للأيام ممتاحهم يعتبروا اللي ما يعترفش بإيمام الأيام ممتاحهم يعتبر كافر إذن أبو بكر كان أول من سن من لا يبايع الخليفة يعتبر كافر ويجب قتله واستباحة ماله وأهله ولكن قبل أن يموت أبو بكر عمل سنة أخرى اللي هي تعيين خليفة من بعده حيث قبل موته عين عمر خليفة مخالف بذلك الشورى إذن عمر جاء مش بالشورى كما أبو بكر بل جاء إثرة تعيين أبو بكر له وتم أخذ البيعة من الجميع بعد ما وص به أبو بكر والدارس للتاريخ يفهم أن خلافة أبو بكر ما هي إلا تحذير لخلافة عمر فعمر هو رأس الحرب للدولة السنية وهو الذي وضع قواعدها ونظامها سوى خلال فترة أبو بكر أو خلال فترته التي تامت عشر سنوات قبل موته حدد كيفية تنصيب الخليفة فعين ستة أشخاص على أساس أنهم مجلس الشورى أو أهل الحل والعقد وأعطاهم المسئولية أن يختاروا خليفة وهكذا أغلق الباب على كل محاولة توريث الحكم من جهة ومن جهة أخرى أن يكون الحكم خارج قريش وتم المبايع لعثمان على حسب القواعد الذي وضعها عمر قبل موته وصار عثمان على حسب سيرة الشيخين التي هي في الحقيقة سيرة عمر فقط إلا أن عثمان خالف قاعدة أساسية من قواعد سيرة عمر هو أنه قرب أهل الأمويين إليه وعطاهم أكثر حقوق من غيرهم رغم أن هذه الأفضلية أو هذه الطبقية قد مارسها عمر إلا أن عمر كان يمارسها على السابقين للإسلام فالذي هو دخل للإسلام قبل الآخر يعتبر عند عمر أفضل على المتأخر مثلا كان يفضل المهاجرين على الأنصار وكان يفضل الأنصار على بقية العرب وكان يفضل العرب على بقية غير العرب من المسلمين ومع اتساع الفتوحات الإسلامية التي بدأت من عهد أبو بكر وتواصلت في عهد عمر وعثمان كثرت ظلم ليس للمسلمين الغير عرب فقط وإنما حتى للعرب المسلمين بل حتى للأنصار والمهاجرين بسبب تسلط وشجع بن أمية التي قوت شوكتهم في خلافة عثمان واستيلاهم على مناطق كبيرة من العالم الإسلامي الجديد والتي تعتبر غنية جدا بالثروات وأدى هذا إلى ثورة عارمة أدت إلى مقتل عثمان وتمت البيعة لعلي ولكن هذه المرة ليس على الطريقة التي وضعها عمر بل تمت البيعة بنفس الطريقة التي وقعت بعد موت محمد أي نلاحظ أن هناك مجموعة باعت علي ومجموعة رفضت البيعة وخاصة عيشة وأنصارها ومعاوية وأنصارها وهنا علي فعل نفس الشي الذي فعله أبو بكر وحارب كل واحد رفض البيعة له بدأ بعيشة ثم معاوية وأخير للخوارج وانتهى به الأمر إلى أن اختيل من طرف الخوارج وتم المباعة للحسن بعد علي ولكن هذا الأخير تنازل عليها لمعاوية مقابل أن يأخذها بعد موت معاوية ولكن معاوية شي طبيعي قتل بطريقة غير مباشرة الحسن واستولى على الخلافة وعين خليفة من بعده يزيد بن معاوية وخرج الحسين ضد يزيد بن معاوية وقتل يزيد بن معاوية الحسين ومن هنا دخلنا في مرحلة جديدة من الحكم والآن التجربة الثانية من الخلافة وهي التي نطلق عليها التجربة الأموية وهي ثاني خلافة إسلامية دامت من عام 662 إلى 750 أي قرابة 90 سنة هذه الخلافة لم تختلف كثير عن سيرة عثمان بن عفان أحد كبار الصحابة وأحد المباشرين بالجنة إلا أنها لم تعتمد الشورى وإنما التوصية مثل ما فعل أبو بكر مع عمر إلا أن هذه التوصية تكون للابن مثل ما فعل علي مع الحسن إذن هذه الخلافة وراثية تفضل في الدرجة الأولى بن أمية ثم بقية قريش ما عدا بن هاشم ثم الأنصار ثم بقية العرب وأخيرا للمسلمين غير العرب ومن هم غير مسلمين عبارة على عبيد وموالي وخدام للمسلمين وللعرب بدرجة خاصة واصلت هذه الخلافة على الفتوحات والسبي وسرقة الشعوب لصالح العروبة ولصالح بني أمية بعد موت يزيد بن معاوية وقعت الثرابات حيث طالب عبدالله بن الزمير بن العوام بالخلافة في مكة وحكم مدة تسعة سنوات على مكة والمدينة حتى تم قتله من طرف عبد الملك بن مروان سنة 73 هجري فاستقرت الخلافة مجددا للأموين عرفت الخلافة الأموية شخص مثل عمر بن عبد العزيز الذي أراد العودة إلى سيرة الشيخين أو سيرة عمر واستطاع خلال حكمها أن يحقق نوعا من الرخاء وأوقف الفتوحات الإسلامية واهتم بالأمور الداخلية للدولة وأوقف المظالم التي كانت تقام ضد بني هاشم واسترجع بعض حقوقهم ولكن بعد موته عادت الأمور على ما هي عليه إلى سقوط الخلافة الأموية في الشام وقيامها في إسبانيا بعدما استطاع أحد الأمويين من الهروب إلى الأندلس حيث استطاعوا قيام الخلافة في قرطبة والتي دامت قرابة 300 سنة بعد سقوط الخلافة الأموية في الشام قامت التجربة الثالثة للخلافة وهي الخلافة العباسية ولكن هذه المرة في العراق لم تختلف الخلافة العباسية عن الخلافة الأموية إلا في عدة أمور أساسية أولا الخلافة أصبحت في بني هاشم ولكن ليس في بني علي وإنما في بني العباس ولم تعد في بني أمية ثانيا لم تعد العروب هي الأهم ولم يعد هناك تمييز بين العربي السابق في الإسلام والعربي المتأخر في الإسلام أي بين المهاجرين والأنصار وبقية العرب وحذفت هذه الطبقية وأصبح الإسلام هو الهوية حيث العروب لم تعد مهمة وإنما الإسلام هو الأهم وهكذا رفعت كل أنواع الطبقية وأصبح المسلم الإيراني أو المسلم البربري أو المسلم الأذربيجاني نأله نفس الحقوق كالمسلم العربي ثالثا لم تعد الفتوحات أولوية وإنما أصبح البناء الداخلي هو الأهم والازدهار الداخلي هو أولوية وتشجيع العلم والمعرفة وهذا أدى إلى ظهور ما يسمى بالعصر الذهبي الإسلامي عرفت بداية العصر العباسي انفتاح كبير على الثقافة الأخرى وحرية دينية لا مثيلة لها سوى بين المذهب الإسلامية أو الأديان الأخرى حيث كان الخليفة العباسي يوالي هذه المجموعة الإسلامية ويخالف أخرى وتزدهر في عصره ازدهار كبير لما لديها من حرية ودعم من الخليفة فيأتي الخليفة الذي بعده فيساند مجموعة أخرى وهلما جره وهذا الانفتاح الكبير أدى إلى ظهور ما يسمى بالعصر الذهبي الإسلامي وكان الإسلام والمسلمين سوف يعرفون مصير آخر غير المصير الذي هم عليه اليوم لو لم تظهر الحركة السلفية بقيادة أحمد بن حنبل في الأول كفقيه إسلامي ثم ابن تيبية الذي طالب للعودة للسلف الصالح والعودة إلى الخلافة الراشدة وأنكر كل ما هو تجديد وحرية وحضارة وتطور واعتبره بدعة وخروج على سنة محمد الأولى ومن هنا الدولة العباسية بدأت تتراجع وتضعف يوم بعد يوم بسبب هذه الحركة السلفية وكانوا يفرضون على الخليفة أنه يمنع الحريات ويمنع الترجمة ويمنع العلم والمعرفة والعودة إلى ما يسمى النقل وعدم اعتماد العقل اشتركوا في القناة